ازاي كن سنة تانية عاملين ايه؟ هناخد النهاردة الدرس ال85 ويريد تكونوا بتذكروا معايا سنة تانية كويس كل اللي انا بقوله لكم طيب بصوا كده معايا بيقول لي حل مسائل الجامعة التالية استخدم اعوادا او رسومات لمساعدتك في اعادة التجميع يعني انا هستخدم المربعات اللي كنا بنستخدمها في الاحد والعصيان اللي كنت باستخدمها في العشرات نفس الدرس التالي المرة اللي فاتت بالظبط ركز بقى كده معايا بيقول لي 18 زائد 24 هاخد الثمنتاشر الاول ومثلها احد وعشرات الاحد فيها كمية سنة تانية فيها 8 يبقى انا هرسم كم مربع 8 مربعات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية رسمت 8 مربعات في الاحد طيب العشرات فيها كم؟ عشرة عشرة واحدة يبقى انا هرسم كم عصايا في العشرات؟ عصايا واحدة بس اهي هرسمها عصايا واحدة بس ايدي العصايا بتاعتي طيب العصايا دي بقى ايا سنة تانية كنت بقسمها لكام مربع لعشر مربعات صغيرة طيب قسم بقى معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة لسه مربع عشرة اه دي العشر مربعات الصغيرة يبقى انا كده مثلت الثمنتاشر لسه الاربعة وعشرين امثل بقى الاربعة وعشرين كما عندي في الاحد اربع مربعات اهو واحد اتنين تلاتة اربعة طيب العشرات فيها كام؟ عشرين يعني هكتب هرسم كم عصايا عصايتين كل عصايا بعشر مربعات صغيرة ايدي اول عصايا اهو واحد اتنين اتنين وقسم كل عصايا لعشر مربعات صغيرة اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وبرضو العصايا التانية هقسمها لعشر مربعات صغيرة قسمتهم اهو خلاص طيب انا كده مثلت التمنتاشر ومثلت الاربعة وعشرين ادخل بقى على عملية الجامع طيب انا بجمع ازاي بقى يا سنة تانية هه بجمع ازاي بجمع الاحد مع الاحد والعشرات مع العشرات طيب احنا اتفقنا مع بعض ان الاحد بتاعتي لو طلعت اكتر من تسعة كنت بعمل ايه كنت بخدها بخد العشر مربعات من الاحد ووديهم على العشرات بعصايا واحدة عشان كل عصايا فيها عشر مربعات صغيرة طب تعالى كده ما نعد مع بعض الاحد بتاعتي فيها كان عدي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عدوا التسعة هو صح عدوا من التسعة يبقى انا هاخد العشر مربعات دول ووديهم العشرات بايه بعصايا واحدة بس بعصايا واحدة بس اهي وهقسم العصايا العشر مربعات اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وديتها خلاص طيب اقدر بقى اكمل عملية الجامعة بتاعتي ايوة اقدر اكملها طيب اكملها بقى اكمل كده معايا انا خدت دي خلاص في العشرات في دلي كان مربع كان مربع دول اتنين اه هكتب اتنين بقى في دلي في الاحد مربعين طيب العشرات بقى فيها كم عصايا واحد اتنين تلاتة اربع اربع عصياني يبقى الناتج بتاعي يطلع كام يا سنة تانية اتنين واربعين طلع كام اتنين واربعين اهو الناتج بتاعي اتنين واربعين تبص كده معايا في المسألة اللي بعدها حلها بالجدول برضو همثل المسألة اللي بعده اتنين وثلاثين زي التمنتاشف هعمل ايه همثل اول عدد وتاني عدد طب تعالى اما نمثل اول حاجة اللي اتنين وثلاثين انا عندي كان في الاحد اتنين يعني كان مربع اتنين اهو واحد اتنين طب العشرات فيها كام تلاتين يعني هرسم كمع عصايا تلات عصيان كل عصايا فيها عشر مربع اهو واحد اتنين تلاتة وقسمها لعشر مربع واحد اتنين تلاتة اربعة بسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر ادي العشر مربعات اهو اقسمها طيب خلاص اعملت ايه اللي اتنين وثلاثين امثل بقى التمنتاشر عندي كان في الاحد تمانية يعني هكتب او هرسم كام مربع تمان مربعات واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية طب العشرات فيها كم يا سنة تانية عشرة يعني كم عصايا عصايا واحدة بس هي وقسمها العشر مربعات قسمتها خلاص اجمع بقى وزي ما اتفقنا لو لقيت الاحد بتاعتي اكتر من تسعة باخد عشر مربعات في في حزمة ووديهم العشرات بعصايا واحدة طيب تعالا كده لما نعد واشوف الناتجة هيطلع معايا سين قدي كده معايا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة طيب اعمل ايه هاخدهم كده معايا في دايرة كلهم اهو ووديهم العشرات بكم عصايا بعصايا واحدة بس اهو السما واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يبقى انا خدت كل اللي في الاحد دا ووديته بعصايا في العشرات ليه لانهم اكتر من تسعة فبيخد عشر مربعات ووديهم بعصايا واحدة عشان كل عصايا فيها عشر مربعات طيب بص معايا كده في الاحد لسه معايا حاجة في الاحد لسه في مربعات يا سنة تانية لأ معتش فيه يبقى الاحد دي بقت كام سفر اهو سفر حب بتاعتي بقت سفر طيب العشرات بقى فيها كام عصايا بص كده معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس عصيان يبقى النتج بتاعي طلع كام يا سنة تانية خمسين خمسين طيب بص بقى معايا التلات مسائل التانين دول هنحلهم بالطريقة العادية احد واحد وعشرات مع عشرات سبعة واربعين زائد سبعة وثلاثين تعال بقى اما نحلها بالطريقة العادية احد واحد وعشرات وعشرات طيب انا عندي هنا كان في الاحاد سبعة وهنا سبعة اجمعهم سبعة زائد سبعة فاكرين جدول مضاعفات كنا واخدين سبعة زائد سبعة بيساوي كام كنا حافظينها سبعة وسبعة اربعة واشر هكتب الاربعة واطلع بالواحد او طلعها بالواحد واحد واربعة خمسة خمسة وتلاتة هم احط من في دماغي وانا بجمع بحط الكبير اللي هو الخمسة واطلع على ايدي التلاتة اهي بعد الخمسة ستة سبعة تمانية تمانية يبقى الناتج اربعة وتمانية طيب بص معايا اقل بعدها تلاتة وخمسين زائد ستة وعشرين هم تلاتة زائد ستة وبعد كده اجمع العشرات خمسة واتنين طيب اجمع الاول تلاتة وستة احط من في دماغي الكبير اللي هي الستة واطلع التلاتة على ايدي ايدي التلاتة على ايدي بعد الستة سبعة تمانية تسعة تسعة او تسعة طيب خمسة واتنين احط من في دماغي الخمسة وطلع الاتنين على ايدي او طلعتها على ايدي بعد الخمسة هم كاف ستة سبعة يبقى الناتج بتاعي يطلع تسعة وسبع اخر مسألة معايا سنة تانية خمسة وتسعة خمسة وتسعة احط من في دماغي التسعة خمسة وسبعين زائد تسعتاش هجمع ايه خمسة وتسعة الاول احد واحد وبعدين عشرات وعشرات هحط من في دماغي يا سنة تانية التسعة وطلع الخمسة على ايدي طلعت الخمسة على ايدي بعد التسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر هكتب الاربعة واطلع بالواحد طلعت بالواحدة هون واحد وسبعة تمانية طيب تمانية زائد واحد كام يا سنة تانية تسعة وبكده نكون خلصنا الدرس الخمسة وتمانين يا سنة تانية واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله في الدرس الستة وتمانين